موسيقى السلام عليكم معاكم بوفهد بروحي في هذه الحلقة المختلفة اللي راح تكون عن لعبة سكورن هذه اللعبة اللي تعتبر مختلفة عن جميع الالعاب اللي لعبتها في حياتي من ناحية التصاميم وحتى الفكرة وان كانت فكرتها مبهمة نوعا ما في البدايات الى انه قررت اني انزلها عساس نبين نوعية بعض الالعاب اللي تنزل وتكون لها خصوصيتها ومختلفة عن بعض الالعاب نختلف نتفق من حيث جودتها من عدمها هذا امر لكن لازم نعرض المختلف ونبين نقطة مهمة ان هذه اللعبة 21 سنة فما فوق اكيد البعض راح يسأل ليش اللعبة 21 سنة فما فوق اللعبة فيها عنف غير طبيعي فيها دم بطريقة مش مأزة اللعبة راح تخليك تعيش في تناقض بينك وبين نفسك هل تكمل اللعبة او لا اللعبة ما تصلح للجميع اليوم عندنا كالعادة نبدأ في البطاقة التعريفية ومن ثم نذهب الى الايجابيات والسلبيات واخيرا التقييم هل في الحلقة سؤال او لا هذا راح نعرفه في نهاية الحلقة البطاقة التعريفية اسم اللعبة سكورل تاريخ الاصدار 14 اكتوبر 2022 المنصات هي من حصريات الاكس بوكس سيريا اكس وسيريا اس وعندنا الميكروسوفت ويندوز المحرك المستخدم لهذه اللعبة هو انريل انجين فور الناشر هو اي بي بي سوفتوير وكيبلر انتركتب وكيبلر انتركتب لمتد تصنيف اللعبة عندنا سيرفايفر هيرور شوتينج ادفنشر بازل يعني هذي التصنيفات اللي اللعبة تخضع لها هي متنوعة للامانة وعندنا المصمم اللي هو مصمم هذا العانم الغريب الرهيب اللي يخليك تشمؤز وتتناقض ملكو بالنفسك هو لمبير بيكلر اعتقد اسمه شذي لمبير بيكلر وشذي اكون خلاص البطاقة التعريفية وراح اروح حق الايجابيات والسلبيات لو كنت بختار نقطة اتكلم فيها كنقطة ايجابية لهذه اللعبة اول شي راح يورد في ذهني وراح يكون في عقضي وهو انه من ابرز الاشياء اللي اجذبتني في هذه اللعبة الغريبة هو تصميم هذا العالم وهو عالم المخلوقات الفضائية الاليينز سواء من حيث اشكالهم عالمهم ادواتهم او حتى المواد اللي يستخدمونها في عالمهم ومن ابرز الشغلات هو كيفية الخروج عن الصورة النمطية الموجودة في ذهن اي انسان يحب او يشد هذا العالم فالمصمم صراحة ابدع في تصميم العالم وان كان تصميم هذا العالم يسبب نفرة بينك وبينه او مش مأزنا وعما مقرف نقدر نقول نزين ولكن يحسب له خروجه عن المألوف يعني المصمم فعلا خرج عن المألوف ولو انه استعان باشياء موجودة في عقلنا لكن كيفية توظيف هذه الاشياء كان مختلف من ناحية التصاميم الاشكال الادوات اللي كل اللي قلناه قبل شوي للا معنى يعني طلعني من الصورة النمطية الموجودة في عقلي عن عالم الايليان لا هو عالم مختلف صور لنا المصمم بصورة مختلفة فكان تحفة فنية منفرة مش مأزة مختلفة عن اي صورة نمطية موجودة في عقل اي واحد لعب جيمز او شاف حتى افلام لانا انا ما مر علي من قبل تشذي فيعني ما ادري اقوله برافو ولا اصفق له ولا هم بنفس الوقت اقوله ان شغلك يعني منفر فعلا يعيشك في تناقض هذه اللعبة راح تعيش اي شخص يلعبها في تناقض النقطة الايجابية الاولى هي ما بين سلبية وايجابية لكن الروح حق النقطة الايجابية الثانية تكلمنا في النقطة الايجابية الاولى ان التصميم كان مميز جدا ولكن اللي راح يخليك تستمر في جولتك في هذا العالم وهذه التصاميم هو الغموض انت راح تسعى انك تبحث عن البناء الادرامي والحبكة الادرامية في اللعبة اللي هي غامضة بطريقة غريبة جدا فرح تلقى نفسك تتجول في هذا العالم بحثا عن القصة مع انبهارك في هذا العالم فالغموض الموجود يعتبر ميزة تخليك تستمر في هذه اللعبة لان اللعبة مش مئزة عالمها مميز ولكن مش مئز ومنفر فالغموض يخليك تنتقل من الى في هذا العالم بحثا عن القصة اللي يغلفها الغموض النقطة الايجابية الثالثة ان في مقاطع في اللعبة راح تحسسك ان الفضائيين مخلوقات حقيقية موجودين في عالمنا الحالي وهذا راح يكون واضح في ردة فعلهم وكأنهم حقيقة وليسوا في عالم من عوالم العاب الجيم شلون؟ يعني في مقطع راح نعرض عليكم راح تشوفون هذا المخلوق راح يتعرض لتعذيب ومن خلال التعذيب راح تحس انه ينحاش لا ردة فعل تحس انه كأنه فعلا كائن حي حقيقي وليس من وحي الخيال ووحي الالعاب فهذه نقطة ايجابية عجبتني للامانة هو ان كيفية تسخير هذا العالم واعطاء صبغة حقيقية تختلف عن كثير من الالعاب الثانية النقطة الايجابية الرابعة والاخيرة وهي من المميزات اللعبة والشي الجميل اللي فيها وهي الغاز البزل البزل موجود متوسط سهل صعب يعني متراوح هذه الغاز هي اللي راح تخفف على هيك الاشمعزاز اللي انت راح تعيشه في اللعبة لو بتدش البزل او بتدش اللغز تبتحله راح تتناسه او راح تنسه الاشمعزاز والدم والاشياء المنفرة الموجودة في اللعبة فوجود البزل بهذه الكميات الكبيرة وهذا التنوع في الصعوبة راح يخفف عليك وضعة هذا العالم اللي يمتاز بجودة التصميم والاشمعزاز بنفس الوقت خلصنا الايجابيات ونروح للسلبيات بالنسبة للسلبية الاولى وهذه السلبية هي العيب الجوهري في اللعبة انها ما تصلح لفئة كبيرة من اللاعبين وهذا بسبب العنف الموجود فيها وكمية الدم والتقطيع وايضا بسبب ان المصمم اقتبس في تصاميم هذا العالم من الجسد البشري يعني اخذ من جسم الانسان الانسجة والاعضاء نقول اطراف الادين والرأس والعين كثير من الاعضاء حطها كتصميم لهذا العالم بالاضافة الى ان اللعبة فيها رعب فراح تأثر على فئة كبيرة من اللاعبين اللي هم دون الواحد وعشرين سنة وايضا اللي يفوق الواحد وعشرين سنة قد تكون اللعبة مش مائزة بالنسبة له وما يستسيقها فهذا عيب جوهري ان اللعبة غير مناسبة لعدد كبير من اللاعبين الثانية وهو انه يعتبر التحكم في الشخصية الموجودة في اللعبة بطيء جدا بالنسبة لباقي العاب او لباجي العاب الساينس فكشن اللي هو العاب الخيال العلمي فهذه النقطة مؤثرة وممكن تحسسك بالملل خصوصا ان اللعبة فيها دهاليز وفيها الغاز كثيرة والبطء نوعا ما مؤثر ان انت تنسجم مع اللعبة بشكل او باخر النقطة السلبية الثالثة هو عدم وجود قصة واضحة في بداية اللعبة وراح تستمر في الركض خلف الغموض دون مبرر مع انبهار من ناحية التصاميم ولكن البناء الادرامي وبناء الشخصيات يعتبر عدم في هذه اللعبة فهي تعتمد على المؤثرات البصرية من ناحية التصاميم النقطة السلبية الرابعة حنا قلناها في الايجابيات وهي وجود الغاز البزل الموجود في اللعبة وتفاوت مستوياته ولكن العيب في البزل انه ما في توجيهات ما في هنت في اللعبة بحيث انه يوجهك في طريقة حل هذا اللغز فحتى حل اللغز يعتبر عشوائي وغامض انت تكتشفى بنفسك وانت تحله كنت افضل صراحة صحيح انه انت في النهاية راح تحله لكن كنت افضل انه يكون فيه توجيهات عساس يسهل على مجموعة من اللاعبين او على اغلبية اللاعبين اللي حل هذه الالغاز صحيح انها سهلة لكن البعض يحتاج توجيهات وعدم وجود توجيهات يعتبر نقطة سلبية في وضع الالغاز النقطة السلبية الاخيرة وهي التناقض اللي راح تعيش كريار اللعبة ما بين الانبهار في التصميم وما بين الاشم الزاز وخيقول الخوف والرعب ان هذه التصاميم الدموية اللي ما تصلح للجميع فهذا التناقض بالنسبة لي ما يعتبر نقطة ايجابية نهائيا وكان لازم اذكر التناقض اللي راح تعيشك هي اللعبة نقطة سلبية لانه لازم تكون منسجم مع اللعبة وما تعيش في تناقض معها ما تدري هل تستمر او توقف وهل اللعبة فعلا يعني خنقول طبيعية ممكن تستمر فيها او تقول لا المشاهد اللي قاعدة اشوفها لازم توقف وما استمر فيها وبشذيه اكون خلصت الايجابيات والسلبيات وراح اروح للتقييم اللي راح يكون مرات محاول رئيسية كتقييم الرسوم والتصاميم والوضوح من درجتين ونصف التحكم وقدرات الشخصية من درجتين ونصف والقصة من خمسة يكون المجموع عندي عشر درجات كاملة اروح اشوف تقييمي وياكم وثم نختم هذه الحلقة من ناحية الرسوم والتصاميم والوضوح فعطيتها درجتين من درجتين ونصف والسبب يرجع الى تصميم المبهر والخروج عن الصورة النمطية في خلق هذا العالم اللي هو عالم المخلوقات الفضائية فعطيتها درجتين من درجتين ونصف في هذا المحور اما محور التحكم وقدرات الشخصية فعطيتها نصف من درجتين ونصف والسبب انها ما في قدرات واضحة وايضا الشخصية بطيئة في التحكم وحركتها نوعا ما تحسها غير واقعية وغير ملينة وغير سلسة فعطيتها نصف في هذا المحور اما المحور الاخير هو محور القصة فعطيتها درجتين من خمسة ليس بسبب القصة ولكن بسبب الغاز الموجودة داخل اللعبة هي اللي خليتني أرفع درجة القصة لأن الألغاز هي جزء من قصة اللعبة كثرت الألغاز في كل مكان للغاز مختلفة مستوياتها فحبيت الألغاز للأمانة فكانت الدرجتين هي للألغاز وليست للقصة ولا حق الشخصيات المتلدة في القصة لأنها أصلا مبنية على الغموض التوت المالي راح يكون 4.5 من 10 قبل ما نختم أحب أقول نقطة مهمة هذه اللعبة ما تصلح للجميع لا تعطونها أولادكم فيها كمية عنف فيها كمية اقتباسات لأعضاء بشرية كمية دم غامضة ما فيها هدف واضح فلا تعطونها أولادكم وحتى أنت إذا كنت من الناس اللي ما تحب الدم وما تحب العنف ولا تحب الرغف فهذه اللعبة ما تصلح لك هذه هي نصيحتي لكم لا تنسوا ندعم باللايك وشير وسبسكرايب أشوفكم على خير وفمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة